اشتركوا في القناة الحل بازاحة الاغلبية المعادية للخليج والسعودية التمرد الوظيفي بدأ ومؤسسات الدولة تحولت جثة متحللة اهلا بكم الى نشرة اخبار صوت بيروت انترناشنال دعوا طارق البطار يعمل ودعوا التحقيق العدلي يأخذ مجرى وتوقفوا عن وضع العصي في دوليب العدالة انها الصرخة المثلثة التي يجب ان يطلقها كل لبناني يحترم مفهوم الدولة فبعد سنة وثلاثة اشهر على تفجير المرفأ لا يزال غير واضح وغير محدد متى يصدر القرار الضني فهل هذا طبيعي؟ فلنتذكر انه فور وقوع الجريمة غير المسبوقة في تاريخ لبنان والنادرة الوقوع حتى في تاريخ العالم اكد المسؤولون السياسيون انذاك وعلى رأسهم رئيس الحكومة حسان دياب ان الحقيقة ستنجلي بسرعة وان التحقيقات لن تطول وان اعلان الحقائق لن يأخذ اكثر من اسبوع كذلك ما انكشف ان التحقيق يمكن ان يشمل الوزير غازيز عيتر حتى اعلن الاخير انه تحت سقف القانون وانه سيتخلى عن حصانته طوعا لانه ليس عنده ما يخفيه لكن وعود المسؤولين سرعان ما تبخرت وذهبت ادراج الرياح فحسان دياب اليوم يرفض ان يمثل امام قاضي التحقيق ويتذرع بالف سبب وسبب وغازيز عيتر يتهرب من موجهة المحقق العدلي ويتمتر صوراء حصانات واهية ليس لها اي قيمة امام دماء الضحايا الذين سقطوا كما ان جميع الوزراء والنواب الاخرين يتملصون فهل هذه هي الحقيقة التي يريدها السياسيون والمسؤولون وهل بدعاوى الارتياب المشروع والرد ومخاصمة الدولة والقضاء يمكن ان نعرف الحقيقة وان نحقق العدالة فيا افراد المنظومة السياسية الفاسدة والمفسدة اوقفوا هذه الالعيب القادرة اوقفوا التلاعب بحياة الناس ومصائرهم اوقفوا تحديكم للرأي العام واوقفوا استرخاصكم حياة الناس الذين سقطوا وعدم مبالاتكم بالجرحة الذين تألموا وعدم تأثركم بالدمار الذي ضربها نصف العاصمة ايها المسؤولون غير المسؤولين اوقفوا انتهاككم للأعراف والقوانين واذهبوا صاغرين الى التحقيق نعرفوا تاريخكم وماذا فعلتم اثناء توليكم المسؤولية فلا ترفعوا رؤوسكم كثيرا ولا تشمخوا ولا توحوا الينا انكم فوق الشبهات فكل تاريخكم صفقات وفساد ومحصصات فمدام هذا هو تاريخكم فهل يمكن لحاضركم ومستقبلكم ان يكونا افضل بداية النشرة من التطورات القضائية المتعلقة بالتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت فهل ستنجح ضغوط حزب الله بكف يد المحقق العدلي للمرة الثانية يصادف يوم ذكرى تفجير مرفأ بيروت مع تطور قضائي جديد ذكرى مرور 13 شهرا على التفجير وتجمع اهالي الشهداء والمتضررين ترافقت مع تصرفات وصفتها مصادر متابعة لملف المرفأ لصوت بيروت انترناشنل بانها استعجالية وغير قانونية بحسب معلومات صوت بيروت انترناشنل بعد دعوة الرد رقم 14 بحق المحقق العدلي طارق البطار توجه مباشر من المحكمة الى منزله عند الساعة الثالثة بعد الظهر ليبلغه القرار ما يعتبر تطورا جديدا في القضية لتبدأ وسائل اعلام بتناقل خبر عن كف يد القاضي طارق البطار بعدما تقدم محامود دفاع عن الوزير السابق يوسف فينيانوس بدعوة رد بحق القاضي نسيب إلية وبالتالي انتقل الملف الى القاضي حبيب مزهر مصادر متابعة للملف اكدت لصوت بيروت انترناشنل ان قرب القاضي مزهر من الثنائي الشعي دفعه لتجاوز صلاحياته للنظر فقط في طلب رد القاضي نسيب إلية على طلب ملف التحقيق من القاضي بيطار وتبليغه طلب كف اليد معلومات صوت ديروت انترناشنل تشير الى ان المحكمة التي سبق ان ردت الدعوة لعدم الاختصاص دفعت بالقاضي نسيب إلية للتنحي بعدما تقدم محامو الوزير رافين يانوس بطلب رد جديد عند القاضي النسيب إلية نفسه مما ادى الى تنحيته عن الملف تلقائيا لعدم قدرته على النظر بدعوة مقدمة بحقه في محكمة يرأسها هو تخوف الاهالي من وجود صفقة سياسية تؤدي الى رفع يد القاضي بيطار نفته مصادر متابعة للملف واعتبرت ان ما تم تداوله الاسبوع الماضي عن صفقة يترك بموجبها لبيطار مواصلة تحقيقاته مع الموظفين العاديين على ان تتم محاكمة السياسيين في مجلس النواب لا سند إجرائيا لها حتى الساعة وبالتالي فان بيطار سيواصل تحقيقاته رغم كل الافخاخ والمعاوقات وبحسب معلومات سوت بيروت انترناشنل فان الاستعجال في التبليغ وتجميد التحقيقات هو لتطيير جلسة استجواب الوزير السابق غازيز عيتر المحددة يوم الثلاثة المقبل وللإضاءة على مصير الحكومة والتحقيقات أيضا بتفجير المرفأ ينضم إلينا النابل المستقيل الأستاذ الياس حنكش أستاذ حنكش أهلا بك أهلا بك مرسي ماذا لو نجح الضغوط حزب الله بإقصاء القاضي البطار عن مهامه لك هيدا المحاولات منى بنت ساعتها يعني وعم نشوف عم بيروحوا على أقصى ما يكون من تجارب أو محاولات لمنع القاضي بطار من استكمال مصاره لتحقيق العديد والحقيقة وهيدا الشي ما يزبط أنا أول شي بحقي شجاعة القاضي بطار يلي برأيه رغم كل الضغوط من حزب الله ومن غيره وكل الألعاب السياسية وكل التزاكع القانون وكل الضغوطات المباشرة والغير مباشرة بعده ثابت وبعده مصر على استكمال تحقيقه لحين تحقيق العدالة وهيدا الشي يشهد له وإن شاء الله كل هالضغوط ما رح تأثر عليه لأنه باعتقد هيدا القاضي محصن بإذا بدك أمل اللبنانيين فيه وهيدا اللي بيخليه صير أقوى وباعتقد أنا اللبنانيين لن يسكتوا إذا صار شي برات الطبيعة مثل ما هلأ عم بيصير والقاضي بيطار لا سمح الله خضع لهيدا الضغوط أو أجبر على كافية الدوء حتى لو دخلنا بمعادلة أو مقايضة يعني استقالة الوزير القرداحي مقابل الإطاحة بالبيطار وبعدين تفعيل عمل الحكومة فاكد صراحة ما في شيء ما في شيء بيعلى على دم الشهداء وعلى تبيان الحقيقة بهذا الانفجار لا مقايضة بأي شكل من الأشكال طبعا نحن بحاجة لحكومة وطبعا بحاجة لتصحيح خطأ الوزير القرداحي اللي منه خطأ بن ساعته كمان هي تراكم سياسات عوجة أودت باللبنان إلى مزيد من العزن ولكن لا شيء يعلو فوق دم الشهداء وهذا الشيء ما رح نقبل فيه لا مقايضة بهذا الموضوع كيف ما قتل ولكن وضع الحكومة اليوم بهذه الأزمات وين المخرج؟ هل هي باستقالة الرئيس ميقاتي أيضا أو أنه شو؟ لك أكيد هذه الحكومة بالشكل اللي تركبت ركبت مثل شكل الحكومة السابقة أو هي حكومة محاصصة من أهل السلطة يلي أصلا أوصلوا البلد لهون بالتالي ما عندنا أمل لا بهذه الحكومة ولا بأي حكومة بتتركب على هذا الشكل ما عندنا أمل إلا بحكومة وقلناها من أول نهار وكننا بعدنا نواب وقلنا وسمينا ناس مستقلين بدنا نحن بحاجة لحكومة مستقلة من رئيسة إلى أعضاء تعطي ثقة للمجتمع الدولي كما وأنه تعطي ثقة للشعب اللبناني غير هيك منكون بعدنا عم نرائع كما منقول باللبناني عم نرائع تنوصل تنضيع وقته تنوصل يمكن للانتخابات إذا أصلا وصلنا للانتخابات لأن كمان في محاولات لتدخيل نعم هون يتم التعويل على موضوع الانتخاب انتخابات من أجل التغيير ولكن تضل كل هذه الأزمات رايحين على انتخابات برأيك كمان في محاولات شتى من كل واحد من أهل السلطة بيحسب حساباته بيلاقي حاله خسران طبعا هناك أجواء هناك أجواء أنه تؤجل الانتخابات وشفنا التخبط بموضوع إقرار القانون الانتخابي في مجلس النهويب الطعون يلي بديوا قدموا الطعن يلي بديوا قدموا عدم إمضاء رئيس الجمهورية القانون نفسه ويمكن بكرة ما يمضي الدعوة للهيئات الناخبة بالتالي إيه؟ هذا الجو أثر بالأخص على المغتربين برنات لبنان وعم نشوف التسجيل إداء واطئ وإداء بحاجة نحن اليوم للتغيير يجي من الخارج من المغتربين اللبنانيين اللي ما بيخضعوا لولا أيضا يتسجلوا ونقدر نحدث هذا التغيير آخر سنتين تهجروا وطرد من لبنان لأنه هذا طرد من لبنان وليس عبالهم يظهروا من لبنان أكتر من 300 ألف شاب مصابية بالتالي هؤلاء بدون ينتقموا من هذه السلطة اللي أوصلت لبنان للدرك اللي وصله وهذا الشي بس بتم عبر انتخابات المغتربين لل128 نائب ولايس للست نواب وعم نشوف التلاعب حوالها هذا الموضوع مكان من الطيار الوطن الحر أو من جميع الأطراف المتضررة من إجراء الانتخابات اللي عطيت جو غير واضح للمغتربين ومش عارفين صراحة إذا بيتسجلوا أو ما بيتسجلوا وإذا فيه انتخابات أصلا بوقتها أو لا نعم ممكن يطيروا الانتخابات حتى ما يعملوا هذا الرقم الكبير على كل حال طبعا هناك محاولات تشريرا ما فيه كلمة بتنقيل أقل من هيك نعم ومش كتير على يوم يطيروا الانتخابات نعم أنا بالمستقيل الياس حنكا شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة شكرا أكد رجل الأعمال الشيخ بهاء رفيق الحريري لصحيفة القبس الكويتية أن حل الأزمة الراهنة في لبنان يقضي بإزاحة الأغلبية المعادية للخليج والسعودية وذلك عن طريق الانتخابات النيابية حليقا على الأزمة الراهنة بين لبنان ودول الخليج اعتبر رجل الأعمال الشيخ بهاء رفيق الحريري أنه وسط نظام حكم يفيد أصحاب المصلحة الشخصية في السلطة ولا يتطلع إلى خدمة الناس قد تشهد المرحلة المقبلة المزيدة من المشاكل والتحديات والأخطاء التي لا يمكن توقعها وفي حديث مع جريدة القبس الكويتية قال الحريري أنه لا يجوز التركيز على هذه الأزمة الآنية مع الخليج فقط لأن الأزمة الحقيقية تكمن في النظام الطائفي السائد في لبنان مشيرا إلى أن الحل بإسقاط الطبقة السياسية الحالية واستبدالها بدخمة سياسية وطنية كفؤة أي عبر انتخاب أغلبية نيابية جديدة تزيح هذه الطبقة السياسية الفاسدة والأكثرية المعادية لدول الخليج والمملكة العربية السعودية وتحدث الحريري عن ضرورة القيام بالإصلاحات المطلوبة لتغيير الوضع القائم مشيرا إلى وجود مخطط كامل للإصلاحات التي يؤيدها وضعته مجموعة سوى للبنان وعن موضوع استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قال إنه دع مرارا إلى تشكيل حكومة انتقالية تتألف من قادة مؤهلين غير موالين للسلطة السياسية القديمة وإخفقاتها وردا على سؤال بشأن علاقته بالمملكة العربية السعودية ذكر الحريري أنه أمضى سنوات طويلة في المملكة التي تعد قوة إقليمية وعالمية وعن تخوفه من حصول سبع أيار جديدة قال الحريري إن المواجهة المقبلة مع حزب الله الذي يسيطر على النظام السياسي والحكم الحالي المختل أمر لا مفر منه ولكنه أكد أنه طبعا لا يؤمن بالصراع المسلح والمواجهة في الشوارع لأن أحدا لن ينتصر بهذه الطريقة لذا لا يجوز الانجرار إلى مآربهم مهما كان الثمن وعما إذا كانت ضمن الجبهة السيادية التي تتشكل لمجابهة الهيمنة الإيرانية أكد الشيخ بهاء الحريري أنه يدعم الأشخاص الذين يسعون إلى حل المشاكل المنهجية في لبنان فالدولة في حالة انهيار اقتصادي غير مسبوق والنظام القضائي في وضع حرج لا يحسد عليه ويعاني الشعب من نقص هائل في المواد الأولية بدءا من المحروقات وصولا إلى الدواء فضلا عن نسب بطالة مرتفعة وانعدام فرص عمل جديدة وهذه هي الحاجات والمتطلبات التي تعني الناس وهي أدنى حقوقهم مبديا التزامه بتقديم هذا النوع من الحلول وعما إذا كان سيأخذ الانتخابات المقبلة قال الحريري أنه ليس لديه أي خبر يعلن عنه اليوم لكن سيفعل ذلك قريبا كاشفا أنه سيكون في لبنان في الفترة المقبلة وبالحديث عن الإرث السياسي للرئيس الشهيد رفيق الحريري قال الشيخ بهاء الحريري أعتقد أننا ورثنا الكثير من المواهب والمهارات وفرصة كبيرة لخدمة المجتمع موضحا أنه شخصيا استطاع خدمة الشعب اللبناني وهو يبذل جهده للمساعدة في إحداث تغيير حقيقي ومستدام في لبنان كما أبدى ثقته الكاملة بأننا إذا اجتمعنا كشعب واتحدنا يمكننا أن نصل إلى لبنان الذي حلم به ورسم صورته والدي الشهيد رفيق الحريري التمرد الوظيفي بدأ ومؤسسات الدولة تتهاوى فهل من يعي خطورة الوضع الراهن؟ من العمل يوما واحدا في الأسبوع على ضوء الهاتف الكليوي أو الشموع تطورت كرة التصعيد من قبل موظفي الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة باتجاه إعلان الإضراب المفتوح والشامل لتصبح مؤسسات الدولة جثة متحللة حتى إشعار آخر منسوب التآكل والاحتقان نتيجة فقدان الرواتب أكثر من 90% من قيمتها وعدم قدرة الموظف على الوصول إلى مركز عمله بسبب غلاء البنزين جعل من كرة العصيان الوظيفي تتدرج إذانا بتحركات تصعيدية لا أفقالها بعد أن لمسنا عدم تجاوب كامل من أصحاب القرار كان لابد من اتخاذ قرارنا بالذهاب إلى أضراب شامل ومفتوح ابتداء من يوم أمس الخميس إلى أن تتحقق ما طلبنا وهي حقيقة جزء يسير جدا من حقوقنا المهدورة من أكثر من 25 سنة إذن مصالح الناس متوقفة بالكامل والشلال ينسحب أيضا على الجسم القضائي مع دخول المساعدين القضائيين في إضراب المفتوح ابتداء من الاثنين المقبل كل ذلك والدولة تتفرج وتتصارع فيما بينها وأركان المؤسسات تنهار ولا من يتحرك احتساب الرواتب على أساس مؤشر غلاء على أن تم تفعيل هذا المؤشر بأسرع وقت ممكن لا يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي ثانيا تقديم كل الدعم لتعاونية موظفية الدولة ولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحسين التقديمات الاجتماعية لأصبحت شبه معدومة حقيقة حاليا ثالثا احتساب بدل النقل اليومي أو رفع بدل النقل اليومي إلى ما يوازي نصف ساعة صفيحة البنزين أو العمل على تأمين بونات بنزين حتى الآن لا قدرة على تصحيح الأجور ولا حد أدنى لها إنما مساعدات موعودة لا تثمن ولا تغني باختصار لا إدارات لا مؤسسات لا حكومة لا دولة وللإضاءة على التدعيات الاقتصادية على لبنان جراء الأزمة مع دول الخليج العربية انضم إلينا عبر زوم الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للبنك الدولي البروفيسور راك أنتوان مهنة استاذ مهنة ألم بك شكرا يا أهلا فيك هناك كلام عن قيود خليجية إضافية تشمل ربما التحولات وعمليات الشحن ما هي التدعيات التي يمكن أن تترتب عن هكذا إجراءات على لبنان سيدي هذا موضوع أزمة كبيرة إلى تدعيات أكتر من ما نحن نتصور بس بموضوع الصادرات يعني كل شيء اللي عم نصدره نحن ما نعرف بلشت أول شيء من زمان هي كانت الاستثمارات كانت شريان أساسي يعني بالنسبة للعقارات وأيضا المساهمة بالمشاريع بالفنادة وغير مشاريع نعرف نحن هذه من كذا سنة ورجعت هالشيء وقف وأيضا وقف أكيد بسبب سياسات يعني السلطة اللي كانت وأيضا وقفت الاستثمارات وهيدا الشيء غير أنه الدعم المال اللي إجا من بعد حرب تموز 2006 من هالمليار ونصف الأجوم السعودية والكويت بعدين إجيتنا السياحة السياحة كان مردودة كتير مهم لأنه أكبر إرادات بتجاهية من الخليجية فعلا تسائح يعني صح وصار فيه يعني منع للحظر موجود تالت مرحلة هي للأسف هي الزراعة وزراعة كانت بعدها هي الشريان الزراعة والصناعة صادرات لبنانية إلى دول خليج وتحديدا الصعوبية كانت هي شريان عم يجيب العملات الصعبة ولكن بنسان الفائت نعرف نحن بتهريب المخدرات اللي صار صار فيه حظر على الصادرات الزراعية نعم إجي اليوم ضربة أساسية وهي على الصادرات الصناعية وهي مشكلتها اليوم وين نحن كنا اليوم بسبب انهيار سعر الصرف أكتر من 90% من انهيار سعر الليرة اللبنانية هذه عطت شبه إذا بدك أكسجان إيجابي لأنه صار فيه زادة التنافسية للصادرات اللبنانية بمعنى أنه صارت الكلفة أقل وصاروا أحسن لهم يشتروا من لبنان يعني هون كان فيه مجال بعد تزيد الصادرات من لبنان وكنا وصلنا بال2020 لل244 مليون دولار صادرات مجمل صادرات لها السعودية كان متوقع بال2019 تتخطط يعني وصلنا تقريبا إلى 300 مليون وفيه كان مئة إضافة اليوم هالشي إجا قضي على الموضوع شو صارت المعامل اليوم عم بتتقفل لأنه عندها كتير يعني أول شي غير البطالة والخطورة وين أنه يمكن تقفل وتروع على تركيا على أبرص على مصر حتى على عمان لا تفتح سوق المجلس تعاون الخليجي لأقلة وهذه الخطورة أنه إلا مفعول طويل الأمد يعني هالاستثمارات اللي كانت محلية بدأت تخفف على أي رداد الدولة من رسوم وضرائب حتى داخلية إذا كانت تدفعها المعامل ومصانع اللبنانية للأسف راح تروح تدفع راح تروح يمكن تفتح بالبلدين المجاورة لا تقدر تدل عندها في ضل هذا الوضع الاقتصادي الانهيار إذا بدنا نقول كيف يمكن للبنان أن يواجه أي إجراءات بدو يغير هالطريقة يعني نحنا اليوم ما فينا نقدر العين ما بتقاون المخرز بدنا نشوف نحنا اليوم وين مصلحة اللبنانيين مصلحة الأقتصادية والمالية وين هي وين المعروفة وين نحنا انفتاحنا على الجميع لازم يكون ما فيها نجي ناخد نحنا مع أي محور نحنا قوتنا بلد صغير انفتاحنا على الجميع على الغرب وعلى الشرق وممنوع نحنا نحنا نحن نحكي بأي تصادم ولا سياسي النائب النفس والحياد الإيجابي هو مصلحة اللبنان الوطنية العليا وهذا الشي عم بمسرنا بالقمة العيش لكل واحد للأسف تداعيات هذا الموضوع اليوم رح يصير من له بهذا الشيء بالسهولة اللي عم نفكر إذا عندنا 250 مليون رح نبس صادرات لا رح نخسر معامل ومصانع محلية اللبنانية رح تنتقل لبرة وهي دي مش بس بطالة هي دي خطورتها انه فيه رسوم وإرادات أقل على الدولة ودرايب ونحنا اليوم منا العين برجع بقول ما بتقوي المخرز نحنا بدنا سياسي بدنا حكمي بالتعاطي ما بدنا رعوني ولا بدنا متما بقولوا نعمل نجابه ولا نعيدي أي دولة مش من صالحنا أبدا في عنا بديل بروفوسير مهنة عنا أثواق ديني للأسف نحنا نعرف أنه هو عادة من أكبر المصدرين لأنه جغرافيا ما فيك تيجي تأيدي بالتجارة هي جغرافيا بتحكم طول مجورة هنة أول شي لا لا تصيد اليوم للأسف لا ما عندك البديل البديل الوحيد غير أنه دي عندك عدد كبير من اللبنانية والتحويلات اللبنانية من الخليج هاي كمان في خطورة مثل ما تفضلت خصائص بالأول في خطورة يمكن بعدين توقف أو يمكن ما يعودوا ياخدوا هالمهارات والتوظيف اليوم بالخليج يفكروا مرتين وثلاثة قبل ما يواصفوا لبنانيين عم نضرب عم نعمل عملية انتحارية لاقتصادنا لشبابنا يا لمصالح شخصية سياسية يا لرعونة بالتصرف لازم نحط الاقتصاد والمال هي خطتنا استنتيجية لأنه نحنا اليوم ما فينا نقدر نتحمل هالكويرس اللي عم تحصل فينا هالمستقبل قريب تدعيته كتير خطرة البديل هو أنه نضبط سياستنا حيادية يجيبية انفتاه على الغرب والشرق ونوقف هال هالكويرس هالكويرس نعم الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للبنك الدولي البروفيسور راك أنتوان مهنة شكرا لك على هذه المداخلة عدد من المنازل في لبنان مهددة بالسقوط في الشتاء المقبل وأولى الضحايا فتت في الحادية عشرة من عمرها ويني أخي؟ بتجني المكان جمهورية لبنان الجهنم الزمان مبارح اليوم ويمكن بكرة الحدث انهيار سقف منزل فوق رؤوس قاطنينه انهيار الليرة اللبنانية انهيار معنويات شعب بكامله وانهيار هيكل الدولة طفلة ل11 سنة كانت عم بتنام على حلم لعبة تحتضنها حتى العشق بابتسمتها الزهرية غمضت شفونا على وعد شمس بكرة وما أجى بكرة ما سيع مخيلت الطفولية انه وحش الظلم رح يحرم ان هي السعيدة نحن ناحparents وانه ناحển وانه وغيرث لساعة ثلاثة الصباح ما في شي خالص عنا كانت بشقت شي بسيط المالك ما علي يزنب وعنا المالك هذا ما هو مالك أنا المالك المالك ما بيجي عندي ولا بحاكيني بشي ولا بقرب علي بشي خالص ما هي زعجي ولا واحد بالمية بالمالك كنا ناح simulate مصباحة ثنا ناحitter ناحстра ثلاثة الصبح هي واختنا مؤحد بعضهم هوني أربعة الصباح ما حسنا ديلي لها الدب قامت أختها من جنبها كانت رأسها رأس أختها نايمين قامت أختها وقفت حد الباب ما بيشي نحن كنا نايمين بغرفة جوني أنا وأما أخوتها الزار كمان في عندي ولدتنين أمنا لقينا المرحومة هون نايمة هي طب بطنة صوابة رأسها شلت لهون حطيتها البسة وعي واختها مش فأنا ما بلحقت خمس دقائق قالوا اللي عمري لك هاللي صار حرقت قلبي هيا وهذه هاي بتسألني وين أختي جب لي أختي ش دا أقول لأ أختها ش بدروا تدلها قلبي نحرق عليها حرقت قلبي إلي ولأ أمي كسرت ظهرنا والله يرحمه ما بغضي أحكي الله هيك اختي وقع عليها الحجر نايمة تنونيكة شفت كلها هي دم كان في حجار وفي دم وين دليني وين وين كان في حجار وفي دم هون هيدا منزل واحد من أصل ألاف المنازل المرتعبة من قدوم الشتاء يلي رح يساوي السقف بأسفلت الأرض ويجعل من البيت أبر مطرح مواقف أنا هون في طفلي عمر حدعشر سنة ماتت بعد مواقع السقف عليها على أمل أن الدولة تسمعنا وتتحرك عبواب الشتوية قبل ما ينهار سقف الدولة كله فوق رأسنا وبهذا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك راديو صوت بيروت وبيروت سيتي وانستغرام اس بي آي نيوز وبيروت سيتي وعلى تويتر صوت بيروت ويوتيوب اس بي آي صوت بيروت انترناشنل كما تتبعون أحدث الأخبار والتقارير على موقعنا صوت بيروت دوت كوم وتتبعونا في تمام الساعة التاسع والنصف من مساء اليوم برنامج مع ديانة مع العالمية ديانة فخوري هذا كل شيء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر